بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي بل جميع صفوف التعليم لأننا النهاردة في موسم امتحانات فالكل بيمتحن أولى إعدادي تانية إعدادي تالت إعدادي ابتدائي أولى سانوي تانية سانوي فلذلك أنا فكرت النهاردة أن نعمل حلقة خاصة جدا تفيد كل أبنائنا الطلبة في جميع المراحل الحلقة النهاردة يا أبنائي هنتكلم فيها عن فنون إعرابية إزاي أعرف؟ إزاي أعرف؟ لأن طبعا أنا لما بشوف قطعة النحو اللي قدامي بتخض وممكن أجي عند شؤال الإعراب ومعرفش جاوبه وجاي النحو كله يقولك النحو 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 كده لا النهاردة إن شاء الله وبإذن الله اللي هيكون بيشاهدنا من خلال قناة تعليمية هيتعلم معانا إزاي يتعامل مع قطعة النحو أو شؤال النحو كاملا أبنائي قطعة النحو دي بتتكون من جمل بتتكون من جمل يعني أنا لما أجي أعرف كلمة من الكلمات ما بصش للكلمة في وسط القطعة بحالها لو بصيت لها في القطعة بحالها مش هأعرف أعرف لو بصيت لها بس مش هأعرف وما لأعمل إيه؟ أقسم القطعة اللي قدامي إلى مجموعة جمل الجملة بتبدأ من فصلة للفصلة أو من النقطة للفصلة أو من بداية العبارة لغاية الفصلة إبقى أنا عندي لو أنا بصيت للعبارة اللي جاية لفي قطعة النحو هتبصت لإيه هي بتتكون من ثلاث أو أربع أو خمس بالكتير جمل كل جملة لها طريقة في الإعراب تعال نشوف هنعرف إزاي بنقول فنون إعرابية آه فنون إعرابية معايا كده تعال نشوف في كلمات سابتة في الإعراب كلمات سابتة في الإعراب إعرابها عندي سابت ما بيتغيرش زي كلمة إيه؟ تعال نشوف كده جميعا ها معا وحده وحدها الكلمات دي يا ابناء إيه؟ أول ما تشوفها في القطعة عندك أيا كانت أيا كانت القطعة ده إيه؟ آه مقوناتها إيه؟ فأنا عندي الكلمات دي تقرب حال منصوب حال منصوب الحال ده نوعه مفرد منصوب يبقى إذن أي كلمة من هذه الكلمات جميعا معا وحداه ووحداه تقرب حال مفرد منصوب وعلامة نص به الفتحة طيب أي اسم أي اسم بعد الظرف أو بعد أي زرف أو كلمة كل أو أي أو دون أو معا أي اسم ييجي بعد الكلمات ده يتعلم بإيه؟ يتعلم بإيه؟ يتعلم بإيه؟ يتعلم بإيه؟ يتعلم بإيه؟ مضاف إيه مجرور يبقى أنا عندي كلمة جميعا معا وحداه ووحداه حال منصوب الاسم ينواقع بعد الظرف أو كل أو أي أو دون أو معا يتعلم بإيه مجرور لو أنا عندي فعل أمر فعل أمر وجاي وراه اسم فعل أمر وجاي وراه اسم الاسم ده يتعلم بإيه؟ مفعول به منصوب مفعول به منصوب طيب لو أنا عندي فعل من الأفعال الخامسة زي مثلا يكتبون يبقى فعل من الأفعال الخامسة جاي وراه اسم الاسم ده برضو يتعلم بمفعول به زي يكتبون الدرسة بقت الدرسة مفعول به منصوب يبقى أي اسم بعد فعل الأمر أو بعد الأفعال الخامسة يتعلم بمفعول إيه؟ ها؟ مفعول به طيب تعال نشوف حاجة كمان وهي إيه؟ عندي فيه لو الجملة بدأ بجر ومجرور إذا بدأت الجملة بجر ومجرور وجاي بعدهم اسم ناكرة الاسم الناكرة ده هو يتعلم بإيه؟ يتعلم بمبتدأ مؤخر ها؟ مبتدأ إيه؟ مؤخر زي مثلاً لنا فخر ببلادنا فأنا عارف فخر إيه؟ تتعلم بمبتدأ مؤخر مرفوع مبتدأ مؤخر مرفوع طيب لو أنا عندي في الكلمات الإعرابية الجملة بدأت بإن أو أن أو كأن أو لكن أو ليت أو لعل أول حاجة أفكر فيها فين اسمها وفين خبرها؟ يبقى ما أطلخبطش أدور الأول على الاسم فين؟ والخبر فين؟ الاسم بيكون منصوب اسم إن منصوب والخبر بيكون مرفوع خبر إن مرفوع فمثلاً لو أنا قلت إن السماء صافية أعرف السماء اسم إن منصوب وصافية خبر إن مرفوع طيب لو أنا لقيت إن أو أخواتها دول فيهم ضمير مشتاد ضمير متاصر زي إنها إنها ناجحة أعرف كلمة ناجحة إيه؟ طالما إن وأخواتها تصل بها ضمير يبقى في الحالة دي تتعيرب خبر إن مرفوع وما الاسم إن فين؟ هو الضمير المتاصل اللي هو الهاء الضمير المتاصل أقول ليه ضمير المتاصل مبني في محل نصب اسم إن وناجحة خبر إن مرفوع وعلامة رفعه حسب حالته ممكن يكون علامة رفعه الضم أو علامة رفعه الألف أو علامة رفعه الواو أنا هقسم لك دلوقت لعلامات عرفها إزاي؟ يبقى إذن إنه وأخواتها تنصب اسمها وترفع مين؟ ترفع خبره طب لو إنه راح جاي لها زائر من الزائر اللي هيجي لها؟ هيجي لها الماء يعني قلت مثلا إنما آآ إنه دخل عليها ما إيه؟ إنما المؤمنون إخواتون أعرب المؤمنون إيه؟ في الحالة ديك ما بقتش اسم إن لإني إنه دخل عليها ما بنسميها ما كافة ومكفوفة يعني تلغي عمل إيه؟ أو ما لأعرب المؤمنون إيه؟ أعربها مبتدأ مرفوع عادي وعلامة رفعه هنا الواو وإخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم ماشي الحال؟ طيب تعال نشوف لو كانوا أخواتها جات في بداية الجملة إيه هم الأفعال النسيخة اللي هي كان أصبح أضحى أمس كان أصبح أضحى أمس بات صار ظلا ليس كان أصبح أضحى أمس بات صار ظلا ليس وخمسة بيبدأوا بما؟ ما زالة ما دامة ما بارحة ما فاتئة ما مفكة التلتاشر فعلي دول بيعملوا إيه؟ بيرفعوا اسمهم وينصبوا خبرهم يعني لما أقول مثلا أصبح الجو باردا أصبح الجو باردا أعرب الجو اسمه أصبح مرفوع وباردا خبر أصبح منصور طب إيه الجديد المستخابي؟ المستخابي لو جيب بعد هذه الأفعال اسمي ناكرة جيب بعدها مباشرة اسمي ناكرة يبقى في الحالة ديك يتعلم عليه خبر منصوب يعني ما قولك مثلا إيه؟ كن حريصا على وقتك كن حريصا على وقتك نعلم حريصا إيه؟ نعلم حريصا خبر كن منصوب وعلامة نصبه الفتحة خبر كن منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب أما الفين اسم كن؟ اسم كن ضمير مستتر تقديره أنت ضمير مستتر تقديره أنت طب تعال نشوف حاجة كمان من الحاجات الفنية في الإعراب عندي وهي أنا دلوقتي مثلا لقيت الجملة بدأ معايا بضمير بارز منفاصل ضمير بارز منفاصل وعيجي لك كده كده لأن طبعا في تانية في الأسماء المبنية فهم كن يجي لك ضمير بارز منفاصل إيه هما الضمير البارز المنفاصل؟ لو أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتن وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن لو جيد أمير بارز منفاصل وجاي بعده اس الاسم ده هو يتعرب خبر يتعرب ايه؟ خبر زي مثلا هو صديقي فاعرب كلمة صديقي خبر مرفوة خبر مرفوة طيب لما بيجي الاستخراج يقول استخرج جملة نعت ولا جملة حال ولا جملة خبر ولا جملة ما إلى ذلك يبقى في الحالة ديك أنا مطلوب مني الآتي أدور أبحث عن فعل أو اسم متصل بضمير يبقى أنا هتدور على إيه؟ ها؟ ركز معايا كل أبناء أنا طالب أتركز معايا إن كان طالب في الإعداد أو في السنوي أو في ابتداء أو في حال ركز معايا في فنون الإعرابية دي لأنها مهمة بدور في القطع على فعل أو اسمه متصل بضمير وأبدأ أمسك الفعل ده أو الاسم المتصل ده هو بالضمير وأرجعه على صاحبه أشوف مين صاحبه لو طلق صاحبه مبتدأ يبقى الجملة دي خبر يبقى الجملة دي بقت إيه؟ خبر إزاي؟ يعني مثلا بقول التلميزه يذاكر الدرسة جملة يذاكر الدرس؟ جملة فعلي فيها فعله الفعل ده يعود على مين؟ من اللي بيذاكر الدرس؟ التلميز طب التلميز دي مبتدأ يبقى إزا الجملة دي خبر خبر نوعه إيه؟ نوعه جملة فعلي التلميذ أدواته مرتبة يبقى جملة أدواته مرتبة خبر جملة اسمي طيب لو كانت الجملة دي بتعود على اسم ناكرة اسم ناكرة يبقى الجملة بقت نعت زي إيه؟ زي مثلا شاهدته فلاحا يحرس الأرض في جملة يحرس الأرض أو فعل بتعود على كلمة إيه؟ فلاحا فلاحا ناكرة ولا معرفة؟ ناكرة يعني لا تبدأ بقى لفلان يبقى في الحالة دي جملة يحرس الأرض بقت في محل نعت في محل نصب نعت أو حسب الموقع الإعرابي للكلمة اللي بتعود عليها الجملة طيب لو كانت بتعود على اسم معرفة والاسم المعرفة ده هو فاعل أو مفعول به يبقى بقت الجملة إيه؟ حال زي ما أقول مثلا عاد التلاميذ وهم مسرورون من اللي مسرورون؟ التلاميذ يبقى بقت الجملة دي بحالة جملة إسمية في محل نصب حال في محل نصب إيه؟ حال أما التوكيد يا أبنائي فهو شدت كلمات سبتين ده هو التوكيد المعناوي نفسه وعينه وكلهما وكلتهما وكله وجميعهم بشغط أن تحتوي على ضمير الضمير ده يعود على المؤكد ده التوكيد المعناوي أما التوكيد اللفظي فبيكون بتكرار نفس اللفظ مرتين متتليتين بنفس الشكل بدون فاصل بينهم يبقى أنا كده عرفت إزاي طلع جملة نعت وإزاي طلع جملة حال وإزاي طلع جملة خبر لأن سبق لك دراست هذه الجمل ومواقعها دراست الجملة الخبر في المرحلة الانتدائية ودراست الجملة النعت والجملة الحال في أثناء هذا العام في الصف الثاني الإعدادي يبقى إذا أنت مطالب بيها كل طالب تاني إعدادي تلت إعدادي أول سانوي تاني سانوي كل دول مطالبين بمعرفة هذه المعلومات فعشان كده أنا بحاول أرجعها من باب التأكيد عليها طيب أنا دلوقتي هعمل تأسيمة جميلة سهلة هقولي الإسم بالنسبة للغة العربية الإسم الموقع الإعرابي بتاعه إما في حالة رفح أو في حالة نصب أو في حالة جر وحد سيمة عن حاجة غير دول مرفوع أو منصوب أو مشروط لو كان معرب يعني وبردو المبني أنا بقول عليه مبني في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر يبقى إذا الأصل عندي هو مين الرفع والنصب والجر طيب إيه الأسماء المرفوعة ها؟ تعال نشوف الأسماء المرفوعة في الجملة الإسمية أول حاجة المبتدأ المبتدأ مرفوعة أعرفه الجاي هو أول اسم في الجملة الإسمية أول اسم في الجملة الإسمية يعني أنا حددت العبارة اللي عندي في قطرة الامتحان بشكل جمل لو لقيت الجملة بدأ باسم الاسم ده أعرفه الجاي يا إما مبدوه بألف فلام يا منتهي بتاعه مربوطة يا إما يقبل الألف فلام ينفع أن أنا أحط له ألف فلام يبقى في الحالة دي اعاربه على انه مبتدأ مرفوح والخبر مرفوح اللي هو بيتم من معنى المبتدأ يتم من معنى المبتدأ طيب واسمي كان واخواتها مرفوح وخبر انه واخواتها مرفوح يبقى ده بالنسبة للجملة الاسمية اما بالنسبة للجملة الفعلية المرفوح فيها هو الفاعل اللي هو عمدة الجملة ونائب الفاعل اللي هو بيجي محل الفاعل تمام؟ يبقى هذه الاسماء وهذه الموضوعات هي المرفوعة يعني وقت بقول مبتدأ لازم نقول مرفوح وقت بقول خبر لازم نقول مرفوح اسمي كان يبقى مرفوح خبر انه يبقى مرفوح الفاعل يبقى مرفوح نائب الفاعل يبقى مرفوح هقول تلوقتي مرفوح بايه؟ اما النسب فهنلاقي الات في نصب في الجملة الاسمية فين في الجملة الاسمية اسم ان منصوب خبر كان منصوب دول المنصوبين في الجملة الاسمية اسم ان وخبر كان اما الجملة الفعلية فانا عندي كل اللي اسمه مفعول منصوب كل اللي اسمه مفعول منصوب يعني المفعول به والمفعول لاجله والمفعول المطلق منصوب كل دول منصوبين ويه الحال دايما منصوب انا بتكلم عن اللي هو ثابت في النصب يبقى انا عندي المفعول به منصوب المفعول لاجله منصوب المفعول المطلق حد انا سامح حد بيقول لي فكرني تاني بالمفعول لاجله بقول لي المفعول لاجله هو اسم يبين سبب حدوث الفعل وذاكر ليه رغبة في النجاح المفعول المطلق اسم شبيه بفعل الجملة يعني اقبل الحجاجه اقبالا يبقى اقبالا مفعول مطلق والحال بيكون منصوب يبقى اذا المفعول به والمفعول لاجله والمفعول المطلق والحال دايما منصوبية حلوة او يبقى انا عرفت المرفوعين في الجملة الاسمية والجملة الفعلية والمنصوبين في الجملة الاسمية والجملة الفعلية طيب ايه المجرور فيه المجرور بحرف الجر المجرور بحرف الجر اللي هو الاسم المجرور بعد حرف الجر من عن على الى في با اسمع يا ابني يا قلد يا محمد ياللي قد قدامي انتبه اوه هتفتكر ان الفاء من حروف الجر ها هقولها تاني هاو الفاء الفاء اللي هي دي كده ليست من حروف الجر يعني اقول مثلا فالعمل عبادة يبقى العمل هنا لو حطك تحتها خط ما تقولش الفاء حرف جر والعمل اسمه جرور خطة تقول الفاء فاء والابتداء ان كانها كان فاء الابتداء يعني وما بعدها يتعرف مبتدأ مرفوعات يبقى ليست من حروف الايه الجر ليست من حروف الجر لكنها اما حرف عطف او حرف ابتداء او طبعا لما تجبر شوية ان شاء الله نقول فاء الاقتران وما الى ذلك عشان ما نفتحش معلومات في هذا الوقت يبقى اذا اسم مجرور بحرف الجر بعد كده نقول الاسم المجرور بالاضافة اللي هو مين المضاف اليه دايما مجرور المضاف اليه دايما مجرور واحنا عرفنا المضاف اليه بالنسبة للاسماء زي ظرف وكل وبعض ودونة واي ومعه اللي يجي بعدين المضاف اليه طب لو مش بعد الحاجات دي اياك اشوف الاسم لو الاسم ناكرة وجاي بعده اسم معرفة مرتبطين ببعض مرتبطين ببعض زي مثلا ايه كتاب الكراءة تاريخ مصر يبقى الكلمات دي كده معارف جاي قبلها اسامي ناكرة تتعيرب مضاف اليه الاسم المعرفة داي تتعيرب مضاف اليه مجرور وعلامة جره هنقول علامة الجره بالوقت تمامي احباي طيب تعال نقول بقى العلامات اللي انا برفع بيها وبنصب بيها وهجر بيها اعرفها ازاي بسهولة بسهولة وببساطة على فكرة اللي هيركز معي نهاردة في الحلقة دي ان شاء الله وبإذن الله هيحل اي كلمة اعراب تجيله في اي قطعة في جميع مراحل الدراسة وانا فكرت في هذا الامر افادة لكم واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى ان يجزين عليه خيرا وسوابا بإذن الله تعالى نشوف كده اعرف ازاي علامة الاعراب نقول علامة الاعراب من غير ما احفظ الجدول اللي انا عملته قبل كده في حلقة من الحلقات هقول اهو علامة الاعراب شوف الرفح يعني انا وصلت خلاص قلت ان الاسم ده هو مبتدأ مرفوة او خبر مرفوة تمام ابدأ ابص لنهاية الكلمة نهاية الكلمة لو لقيت اخيرها وونون وبتدل على الجامع يبقى علامة الرفع الواو لو اخيرها وونون وتدل على الجامع يبقى علامة الرفع بتاعتها الواو طب لو لقيت اخيرها الف ونون وبتدل على اتنين خد بالك تدل على اتنين لان مثلا عندي كلمة زي كلمة الحرمان اخيرها الف ونون بس بتدل على واحد ما تدلش على اتنين صح؟ لكن لازم تدل على اتنين علامة رفعها بتكون الالف طب لا ما وفيش في اخيرها ولا وونون ولا الف ونون ولا دي ولا دي يبقى علامة رفعها الضمة والضمة هي الاصل يبقى دي اصلية ودول فرعين بالاضافة للست للخمس اسامي اللي انت اخدتهم في سنة ستة يا ولد اصحى اخدت خمس اسامي في سنة ستة قلنا عليهم مش مهم الاسماء الخامسة اللي هي ابوك اخوك حموك فوك ذو ها ابو اخو حمو فو ذو دول هقولك عليهم دلوقتي لوحدهم طب تعالى بقى للنصب النصبهم هنقسم برضو تلات لو اخرها يهونون يبقى ايه علامة النصب الياء لو اخرها الف وتاء يبقى علامة النصب الكسرة لو مفيش باخرها ولا ايه ونون ولا الف وتاء يبقى علامة النصب الفتحة وهي الاصل وعا الاصل دور تمام وهي الايه الاصل يبقى الاصل اضامة في الرف والفتحة في النصب تعالى بقى للجر ريحني قال لي اتنين بس لو اخرها يقوى نون يبقى الياء لو مفيش باخرها يقوى نون يبقى الكسرة طب قبل ما هتفتكروا ان انا نسيتوا انتوا قاعدين بيتدفوا دلوقتي في الساعة واحنا قاعدين هنا الجو ساعة حتى التكيف شغال مساقة على الدنيا اكتر نقول ايه نقول ها الاسماء الخامسة ايه الاسماء الخامسة ابو اخو حمو فو زو ترفع بالواو ابا اخا حمى فا ذا تنصب بالالف هلننرفع شوية كده ما حدش يا سوز محمد بقى بنرفع شوية عشان نقول ابي اخي حمي في زي تجرب الياء يبقى الاسماء الخامسة نزبط الورق التاني بقى عشان نفديل اعداد ما تكلمش اهو نقول ايه يترفع بالواو يتنصب بالالف يتجرب بالياء دي الاسماء الايه الاسماء الخامسة لو كل واحد فينا ركز وعرف الموقع الاعرابي بتاع الكلمة دي ايه وايه هل هي رفع ولا نصب ولا جر وايه العلامة المناسبة اللي انا احطها في الرفع او في النصب او في الجر ثق تماما ان انت كده تكون وشلت الحل الصحية اللي تاخد عليه الدرجة النهائية بلا منافس ابنائي تعالى نشوف من خلال قطعة نحو كده انا جاهلتها لكم نشوف هنحل ازاي قطعة النحو اهو بقولك نهر النيل نهر جميل ماءه غزير يسقي الناس كلهم فهو سر الحياة لا تلوس ماءه حتى يبقى لك ولغيرك ونعيش جميعا على ضفافه اعرب ما تحته خط الجملة الاولة قال ايه انا بتشوف هقسم القطعة اللي قدام الجمل اهو ادي جملة نهر النيل نهر عظيم عليش نسيك كلمة عظيم هكتبها ايه عظيم ماءه غزير يسقي الناس كلهم فهو سر الحياة لا تلوس ماءه حتى يبقى لك ولغيرك ونعيش جميعا على ضفافه شو دي الشورة اللي نعمل ده دي هي الجمل انا حولت القطعة الى جمل هتا بقى اعرف ما خافش من اي حاجة بعد كده نهر النيل نهر عظيم الجملة دي جملة اسمية ولا فعلية جملة اسمية ليه لانها بدأ باسم اللي هو كلمة نهر الاسم ده يتعرف ايه مبتدأ مرفوع طب النيل اه ما انت قلتلي لو اسم ناكرة ما فيهوش الف و لها مفاوله جاي بعده اسم معرفة فيه الف و لها معرفه مضافي ليه يبقى النيل مضافي ليه نهر هو اللي تم من معنى المبتدأ هو اللي كم من المعنى يبقى يتعرف ايه يتعرف خبر مرفوع يبقى كلمة نهر ايه تعرف خبر خبر مرفوع علامة رفعه ايه اسأل نفسي اخروا اولون لا اخروا الف و نون لا يبقى ايزا علامة رفعه الضمة علامة ظاهرة علامة اصلية ماءه غزير يسقي الناس يسقي هو الناس الفعل ضمير مشتدر تقديره هو يبقى الناس تتعرف ايه الناس تتعرف مفعول به مفعول مفعول به منصوب وعلامة نصبه ايه هقول هل اخروا يقوى نون لا اخروا الف و تا لا يبقى ايزا علامة نصبه الفتحة كلهم فهو سره الحياتي سره تتعرف ايه مش اسمي جاي بعد الضمير البارز المنفصل اه يبقى تتعرف خبر ها لا تلوث ده فعل مضارع مسبوك بلان نهية يبقى علامة اعرابه ايه اقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم والسكون بينجزم فعل مضارع بايه ها بلام ولان نهية ولام الامر ولامة ولامة بان ولان وكيوة حتى ولام التعليم ايه اصحى يا دي جميل ها ان ولان وكيوة حتى ولامة ايه التعليم بتنصب المضارع طيب حتى يبقى فعل مضارع منصوب ولك او لغيرك وانا عيشوا اه جميعا على ضفاف جلمة جميعا حال الخائل نعت جلمة مقوه غزير وكلهم توكيد وطبعا الوقت الجميل بيعد بسرعة لكن انا حاولت قدر الامكان ان اوصل لكم معلومة اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون احدكم قد استفاد مني ولو بمعلومة وحيدة واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى ان يرسقني عليه الخير ويغفر له يغفر لي به بما قلته زنوبي ابناء وبناتي في النهاية انصح لكم واقول تعلم العلم وقرأ تحش فخار النبوة فالله قال ليحيا خذ الكتاب بقوة بقوة تأخذون كتابكم ناجحين موفقين ان شاء الله دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته